لا يفوتكم نهاية هذا الأسبوع في الرياض تقدرون تجربون لعب دراجون بول زي كاكروت في شاورمر فرع لمير تركي الأول بيكون في هدايا للحضور وصحوبات لللي يجربون معنا اللعبة ومصابقة كوسبلاي بجائزة 3000 ريال تفاصيل أكثر في الدسكريبشن الحضور مجاني وأنا وفريك تروجيمك بنكون هناك فخلونا نشوفكم هلو غلا حلقتنا اليوم خمس أدوات غالية في ألعاب مشهورة يعني بالأسعار وطبعا طالب أن كل لعبة لها عملة خاصة فيها صعب أن نقارن بينهم لذلك المقارنة بتكون في الأدوات الموجودة لكل لعبة مع نفسها فقط وقبل ما نبدأ لا تنسون اتزوروا اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس والحين خلونا نبدأ أول عمان هي لعبات Grand Theft Auto V أو GTA V هي تعتبر جزء الخامس في السلسلة وتعتبر الثالث أكثر لعبة مبيعا في التاريخ اللعبة صارت على جزء بلاي سيشن 3 والإكس بوكس 360 وبعدها صدرت البي سي وأخيرا لجزء البلاي سيشن 4 والإكس بوكس 1 اللعبة قدمت السلوب بلعب جديد يخليك تتحكم فيها شخصيات رئيسية مختلفة وكل واحد منهم فيه قدرات خاصة فيه التميزة عن الثاني واللعبة احتوت على قصة عميقة وجميلة وفيه تنوع كبير في المهام والحوارات وأيضا تم صقلها بحيث تحس أني قاعد تشوف فيلم فخم وانت قاعد تلعب اللعبة وتنسى نفسك وصراحة دورت كثير في اللعبة في محلاتها سواء اللي تلقاها في الشارع أو المحلات اللي تشتريها عن طريق الموقع اللي في اللعبة وما لقيت أغلى من طيارة اللوكسر الذهبية دي لوكس بسعر 10 ملايين دولار إذا لقيت حاجة أغلى منها حطها تحت في الكومنت يمكن يكون نزل لها تحديث أضاف حاجة جديدة ثاني لعبة معنا هي لعبة بيرسونا 5 سسلة بيرسونا تبدأ في جهاز بلاي ستيشن الأول وكانت ميزتها أنها RPG يابانية فيها قصص مظلمة ورعب نفسي وتكون موجهة للكبار وهي من السلاسل القليلة اللي ما كانت تخاف أن تتخطى حاجة الرقابة في الألعاب في المحتوى خصوصا مع تصميم لحوش اللي فيها طبعا كل جزء فيها كان مختلف من ناحة الشخصيات والقصة والأحداث اللي تحصل فيها وسسلة بيرسونا تعتبر لعبة فرعية من سسلة ميغامي تنسى بيرسونا 5 تميزت في تصميم اللعبة نفسها الجذاب والقصة الجميلة والنظام القتالي اللي فيها واللي يعتبرون فانز السلسلة أنه الأفضل بينهم كلهم وكهذا تلعاب بيرسونا رح تصدر نسخة محسنة من بيرسونا 5 بعنوان بيرسونا 5 رويل واللي بيحتوي على شخصيات جديدة وقصة جديدة وتحسينات كثيرة فيها وفي لعبة بيرسونا 5 أغلى أداة فيها كان اسمها رولند ميدل واللي تجد تشتريها من محل اسمه تناكا شادي كوماديتيز بسعر 500 ألف ين يعني نصف مليون ين واللي كانت تسويه انها ترفع كل الخصائص اللي عنده الشخصية بلاس 5 شي رهيب بس راح تلقع أدوات أحسن منها بكثير بعدين يعني ما يسوى تشتريه أصلا وثالث لعبة معنا هي لعبة The Elder Scrolls 5 Skyrim وهي تعتبر الجزء الخامس في سلسلة The Elder Scrolls والأشهر فيهم وصدرت على الجهاز بلاي سيشن 3 والإكس بوكس 360 والبي سي في البداية وبعدها صدرت على الجهاز بلاي سيشن 4 والإكس بوكس 1 وأخيرا على جهاز نيتندو سويتش والفي آر يعني ما في جهاز اللي صدرت عليها اللعبة وفي نسخة سهبال خاصة للثلاجات الذكية طبعا كانت تقطقة من بلثيسته نفسهم انهم يتكلمون عنها ميزة Skyrim أنها لعبة ما تنتهي لأن فيها نظام اسمه The Radiant System وفكرته أنه يصنع لك مهمات جانبية ما تنتهي وتكون على هيئة أقتل عدد معين من نوع معين من العداء أو أحضر الأيتم هذا إلى الشخص هذا طبعا فيه كوسات جانبية لها قصة صغيرة خاصة فيهم ومتنوعها أيضا وهذولي ما لهم علاقة بنظام الراديان لعبة Skyrim ضخمة من ناحية محتوى القصة والعالم والمهمات اللي فيها وأيضا لحوارات الكثيرة ونزلت إضافات مختلفة منها إضافة Dragon Ball واللي كان فيها سلاح يقدر قيمته به 26696 Gold واسمه يا رب قرصح Ascendant Diadric Warhammer طبعا هذا اللي قدرت ألقاه اليوم يمكن بكرة يجي سلاح أغلى مننا بتحديث أو حتى لسه ما حالك تشفى في اللعبة إذا تعرف سلاح قيمته أغلى من اللي أنا حطيت لكم ياه اكتبوا تحت في الكومنت ورابعة لعبة معنا هي لعبة Final Fantasy 7 تعتبر الجزء السابع في السلسلة والأشهر فيهم واللي تم حلبها بأكثر من طرق ممكنة من ناحية لعب فرعية وأنيمي وروايات والحين راح يصدر ريميك للعبة على هيئة حلقات يعني لما أي شخص يقول Final Fantasy على طول تم بني في مخيلتك الجزء السابع الكثير يعتبر الأفضل في السلسلة من ناحية القصة والشخصيات والموسيقى اللي فيه وهو الجزء اللي ساعد في إدخال العدد كبير من الناس إلى عالم الأر بي جي بنظام قتال تبادل أدوار وأغلى آيتم في اللعبة كان تشتري من متجر الماتيريا واسمها The All Materia أو The All Materia وقيمته كانت بعشرين ألف قل أو جل ما أدري صراحة بس خلق قل جل وكانت فكرته أنه يعطي خاصية تحديد الكل لأي سحر في اللعبة يعني فائدة عظيمة جدا يعني تحط السحر مثلا فير وتختار تحط فيه بعين إضافة الماتيريا هذه يصير فير أول يعني فير يضرب كل أعداء وتقر تبيعه بعدين لما تطوره إلى Master Materia أو All Master Materia بسعر مليون وأربعمية جل يعني أنت شاريب عشرين ألف وبعت بمليون أربعمية جل ولا كتاب أرامكو يا شيخ يعني مكسب غير طبيعي يكون لك خامس لعبة معنا هي لعبة Resident Evil 4 سلسة Resident Evil تعتبر من الأشهر السلاسل في التاريخ وهي اللي قدمت نظام الصراع البقاء والرعب بأسلوب فريد من نوعه ومش على نهجة الكثير من الألعاب المعروفة من بعدها والجزء الرابع كان أول جزء استخدم أسلوب جديد في اللعب والمنظور في اللعبة واللي هو بدأ النظام منظور الكتف أو فوق الكتف اللي مشت عليه الكثير من الألعاب اللي بعدها مثل Gears of War أغلى سلاح في اللعبة اسمه Chicago Typewriter يعني آلة كاتبة الخاصة بشيكاغو هو عبارة عن إيش؟ آلة كاتبة؟ لا هو عبارة عن سلاح رشاج قوي جدا من الاسم حستو أنه آلة كاتبة صح؟ خصوصا أن الحبر أو الإنك ربن في اللعبة شي مرة مشهور فما أدل يسموه هذا الاسم الغريب يمكن اسم الحسلاء حقيقة كذا وعشان تشتريه لازم تنهي قصة إضافية لشخصية أيدا بعدما تنهي اللعبة الأساسية وبعدها أبتك تشتريه بقيمة مليون بيزوس طبعا السعر هذا من نسخة الجيم كيوب الأصلية أما النسخة الباقية فقيمتها صارت خمسمائة ألف بيزوس ويظل أغلى حاجة تشتريها في لعبة تزين تيفل فور وهذه كانت حلقتنا لهذا الأسبوع أتمنى تكون عجبتكم وأيضا إذا عندكم أي معلومات جديدة ما كتبناها أكتبوها تحت وإذا تعرفون الألعاب ثاني فيها أسعار غالية برضو أكتبوها تحت يمكن سيلكم جزة ثانية ونضيف لكم مياها الألعاب هذه ونحط أصبكم فيها ولا تنسون تضعوا الزر اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وإذا عجبكم فيديو شاركوا مع أحبابكم كم معاكم فارد الشيحة يعطيكم العافية ومع السلام